تعمل الحكومة على إتاحة الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لكافة أفراد المجتمع وبلغت نسبة المشمولين فيها حوالي 63% من السكان يحصلون على الرعاية الصحية الأولية نسعى إلى شمول كامل السكان بها حصل تقدم في مؤشرات التعليم ولا سيم التعليم الابتدائي حتى وصل إلى 94% في عام 2018 مع بقاء فجوة النوع الاجتماعي بين الفتيات والأولاد تبنت الحكومة مشروعات طموحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنويع الاقتصاد منها مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تصل طاقته الاستعابية إلى أكثر من 90 مليون طن سنويا ويضم مشاريع تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار لإنشاء بناء تحتية صديقة للبيئة